في البؤرة الأولى لتفشي فيروس كورونا تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجياً في هذه المدينة الحيوية التي تحتضن مناظر طبيعية ساحرة ووجهات سياحية عديدة حيث بدأت مطاعم ومؤسسات والشركات بها تستأنف أعمالها وأصبحت الشوارع صاخبة مزدحمة حيث شهدت زحاماً في حركة المرور وعاد النقل العام لعمله مجدداً ورفعت السلودات هذه القيود بعد استمرارها لمدة 76 يوماً على خلفية تفشي الفيروس ووفاة نحو 3330 بالبلاد وإصابة أكثر من 81 ألفاً أغلبهم في إقليم هبي وفي مارس الماضي أعلنت السين أنها سترفع جميع القيود المفرودة على وهان والتي يسكنها نحو 11 مليون نسمة في الثامن من أبريل الجاري ومنذ منتصف مارس بدأت السين التعافية تدريجياً من جائحة كورونا بعد أن عصف بها الفيروس خلال الثلث الأخير من يناير حتى مطلع مارس